طيب من أهم مبادئ بريكس هو التغلب على القطبية الأحادية والتوجه أكتر للتعددية القطبية علشان ما يكونش الاقتصاد مقتصر على العدد من الدول الكبرى فقط أو القوى العظمى فقط ولكن يكون جميع الدول متساوية وليها دور في هذا الاقتصاد العالم طيب هو تأكيدا على الطرح الحركة بتفضلت بيه أنه فيه كلام بقاله سنين طويلة عن إصدار عملة لريكس خلينا نغطي النوصة دي ونقول أن ببساطة العملة إصدار عملة هو أعلى شكل سيادي نقضي لأي دولة اللي هو إصدار العملة بتاعتها والاتحاد الأوروبي مثلا قاعد يشتغل عشرين سنة عشان في الآخر يبقى عنده عملة وبالتالي مش من السهل مش بكرة الصبح يعني هنلاقي عملة ومش كل الدول كمان قابلت بيها طبعا يعني الهند حطت فيتو على طول كده لكن مش بكرة صبح هنلاقي عملة لريكس مطبوعة وموجودة زي اليورو مثلا لكن في اعتقادي طب ما ستستفيد من ده ازاي لو تم تحييوه هقول لحضرتك بقى في اعتقادي أنه لو هياخدوا خطوة للأمام هيبقى شكلها كالقاتي أنه يبقى فيه عملة إلكترونية للتسويات التجارية ما بين دول بريكس ويتم تحديد الاكساتشينج ريت سعر الصرف لهذه العملة الافتراضية الإلكترونية مقابل كافة العملات الأخرى الوطنية للدول الأعضاء ده بداء مثلا على استراض الأبح من روسيا أو بالضبط يبقى عندها التبادل التجاري بالضبط كده يبقى فيه ريفرنس بقى لعملة أين كان اسمها إيه عملة بريكس مثلا سعرها مقابل اليوان كذا مقابل الليرة مقابل الروبل الروسي كذا مقابل الجنين مصري كذا ويبقى فيه هي دي عملة التسويات الإلكترونية اللي بنرجع لها لتسويات المعاملات التجارية ما بين الدول الأعضاء حاجة نموذج مختلف شوية عن الاسدئار اللي هي عملة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فده ممكن يبقى فيه عليه مساح توفق أكبر من فكرة إصدار عملة ويبقى فيه توحيد للسياسة النقدية ده فيه كلام عليه أصلا يا دكتور ولا الكلام بقترح بجرد بقترح والله كان تصوري شخصي وأظن أنه تم طرحه من سنتين قريته في أحد الأوراق برضو بتاعتهم في أحد الاجتماعات فممكن أنهما ينقشوا بشكل أعمق ولو توفرت له الإرادة السياسية ممكن يبقى خطوة للأمان إنس بلتك موبركسي